نعود إلى بيان قبل أن أطرح له سؤال متعلق كيف تلقت الاتحادية بيان الحكومة الإفوارية بتنظيم الشان رغم تم سحب البيان ولكن الكلام أو وضعه لم يكن بريئا فريد مطاوي قراءاتك بكل صراحة ومخطئ من يقول لك بأنه كان بريئا عندما نتحدث على تنظيم أي تظاهرة رياضية فهنا الكرة في مرمى السياسي وليس في مرمى لا الفيدرالية ولا غيرها بيان الحكومة الإفوارية وليس الفيدرالية الإفوارية نشتم منه رائحة غير بريئة تماما في هذا الظرف بالذات لكن أعود وأقول مثل ما قال لك عمار منذ قليل الأشخاص الذين يجهلون كيف تسير الأمور يظنونها بأن سحب تنظيم هذه الدورة من هذا البلد ومنحها لبلد آخر بجرد قلم لا يا أخي الأمر لا تسير بهذه الطريقة هناك مكتب فيدرالي أقرى بمنح الجزائر تنظيم الشان لسنة 1923 إذا تم سحب هذا القرار سوف نعود إلى المكتب التنفيذي للكاف حتى يبرمج في أشغاله قضية اسمها سحب الثقة أو سحب تنظيم الجزائر لهذا الموعد القاري لذلك أقول بأن هذه زوبعة في فنجان والفيدرالية أعادت بهذا البيان الأمور إلى نصابها